السلام عليكم و اهلا بكم تخيلوا ان رولا افريقيا كان زمان قائد فاجنر يوجيني بريجوجين لسه عيش لان افريقيا هي سبب صدور اوامر فلاديمير بوتين بتصفية بريجوجين ده كلام بصراحة مش مفهوم بس اكيد هنفهمه في سياق كلامنا النهار بغرم من ان قوات فاجنر اتمردت في لحظة من اللحظات على رئيس الروسي فلاديمير بوتين الا ان اللي لازم حضراتكم تعرفوه كويس جدا هو ان القوات دي بالنسبة لبوتين عامل زي اولاده علشان كده مستحيل ان هو ينهيهم كمان لانهم مهمين جدا بالنسبة له وبالنسبة لروسيا والبوتين شخصيا في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ده مصير ومستقبل قوات فاجنر بقى هو الشغل الشاغل لازهان المتابعين للشأن السياسي لو قلبت شوية في المواقع والفيديوهات وكمان السوشيال ميديا هتلاقي انه فيه سيناريوهات كتير مطروحة منها سيناريوهات بتؤكد ان بوتين بعد تصفير بريجوجين بقى بيخاف على نفسه وعلى حكمه من مجموعة فاجنر الكلام ده بغرم من انه يباني الى حد ما منطقي اللي اني بأكد لحضراتكم انه غير صحيح اطلاقا وحنثبت الكلام ده دلوقتي علشان كده بنسأل اذا كان بوتين بيعتبر قوات فاجنر ابنائه فليه بيقتل قائدهم وبيحاول انه ينهي عملياتهم وبيقلم اظافرهم وازاي كانت افراقيا هي السبب الرئيسي في قرار فلاديمير بوتين بتصفية قائد المجموعة يفجيني بريجوجين طيب ما تيجو بقى نفهم كل الكلام ده بشيء من التأمل والتحليق في شهر يونيا اللي فات لما قرر يفجيني بريجوجين انه اتمرت على القيادة العسكرية في موسكو وتحديدا وعلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويرو ورئيس الاركان فاليري جراسيموف امر بريجوجين قواته بانهم يسحفوا لموسكو وده حصل فعلا ساعتها وفي اكتر من مناسبة كنت من القليلين ان ينبهوا حضراتكم ان قوات فاجنر الزاحفة لموسكو ماشي على ارض مكشوفة ما كانش فيه ابدا اسهل من استهدافها وابادتها بالكامل زي ما بيقولوا كده عن بكرة ابيها بالطيران او المدفعية وانهاء التمرد فورا عدم قيام رئيس الروسي فلاديمير بوتين باستهدافها واعطاء اوامر للجيش الروسي بعدم الاشتباك معهم ده بيخلينا نفهم ان بوتين عايز القوات دي ايوه بوتين محتاج لقوات فاجنر ماهو تمرد لمدة يومين وزحف لموسكو ومع ذلك الجيش الروسي ما اشتبكش معاهم ولا مرة وما حصلش اي قصف طيران او مدفعية ضدهم فده يخليك واثق من ان بوتين بيعتبرهم اولاده ومحتاج لوجودهم بالفعل ولكن ده ما يمنعش ان قائد المجموعة اللي هو يفجين بريجوجين متمرد اي نعم وصحيح المجموعة اتمردت معاه ووضح كمان انه في افراد منهم لسه لحد دلوقتي متمردين بدليل انهم بينزلوا بيانات على حسابهم على تيليجرام بيقولوا فيها ان بريجوجين اتقتل بعبوة ناسفة اتزارعت في طيارته باوامر من بوتين ولكن ده ما يمنعش ان بوتين بيعتبرهم اولاده ومحتاج له مسألة اعتبرهم اولاده اكيد ده تعبير مجازي الحكاية وما فيها ان بوتين والمسألة بالعقل كده بوتين محتاج قوات زي دي اكيد طبعا مش عايزها تكون منفلتة وخارج اطار القانون وممكن تتمرد في اي لحظة لا ممكن ايه ده اكيد انهم ممكن يعملوا كده ولكن الحاجة للمجموعة ضرورية جدا لبوتين اللي بيواجه تحدي وجودي مع الرجل قوات زي مجموعة فاجنر يا جماعة فيها مستين بيستفيد منهم بوتين الميزة الاولى انها صحيح قوات مرتزقة ولكنها قوات عاقدتها القتالية نبعة من ايمانهم بتفوق وعظمة روسيا وانهم بيشوفوا ان اللي بيعملوا من عمليات عسكرية سواء هنا ولا هناك بيشوفوا ان ده عمل وطني لصالح روسيا وبيدوروا على استعادة مجد روسيا الميزة التانية هي انهم قوات غير نظامية وتقدر تقول انهم لا بواكي عليهم يعني يقدر يستعملهم في عمليات عسكرية قزرة خارج الحدود او في اي مكان في العالم من غير اي مسئولية مباشرة او ضرور شعبية عليه ويضمن من خلال عملياتهم دي توسيع نفوزه وتحقيق اجنداته السياسية خصوصا في حرب الوجودية مع الغرب وتحديدا في الصراع على النفوز في افريقيا وعلى سيرة افريقيا اللي واضح ان هي كانت سبب اتخاذ القرار بتصفية بريجوجين واشنطن بوست في شهر يونيا اللي فات كشفت عن وثائق استخباراتية مصاربة بتتكلم عن ان بريجوجين بيخطط للاستقلال المادي لقوات فاجنر عن الدولة الروسية وده من خلال القيام بعمليات خاصة لحساب المجموعة في افريقيا لصالح بعض الانظمة هناك بعيد عن التعاقد مع الجيش الروسي بمعنى ان بريجوجين واضح انه كان مستمر في التمرد على القيادة الروسية حضراتكم فاكرين ظهوره طبعا في احدى الدول الافريقية علشان كده في رأي ان بريجوجين اللي المفروض انه هو وقواته بيقوموا بعمل محدد في افريقيا لصالح الدولة الروسية بحسب العقود الموقعة ما بين الحكومة الروسية او الجيش الروسي ومجموعة فاجنر يبدو ان رئيس بوتين اكتشف ان بريجوجين لسه مستمر في طريق التمرد وانه ممكن يشكل خطر على بوتين نفسه في المستقبل فاتخذ قرار تصفيته لان وجوده بيعني احتمالية التمرد من جديد هنا بقى اسمحولي لازم افكركم بحاجة مهمة جدا تؤكد الكلام ده قوات فاجنر بقيادة يفجين بريجوجين المفروض انه تم العفو عنها بعد انهاء التمرد بواسطة من رئيس بيلا روسيا وتم نقل القوات دي وبريجوجين نفسه راح لبيلا روسيا بمعنى انه لو بوتين كان عايز يصف بريجوجين ساعتها فما كانش فيه اسهل من كده خصوصا ان رئيس بيلا روسيا موالي جدا لبوتين او نقدر نقول عليه الخادم المطيع لبوتين ولكن يبدو ان تحركات بريجوجين الاخيرة في افريقيا ومحاولته العمل لحسابه الخاص وايجاد تمويل افريقي يبدو ان المسألة دي هي اللي عجلت بقرار التخلص منه بالمختصر نقدر نقول انه وارد جدا انه لولا محاولة يفجين بريجوجين العمل لحسابه الخاص في افريقيا وارد جدا انه كان ممكن يكون حي لحد دلوقتي قوات فاجنر زي ما قلنا مفيدة جدا لبوتين ولكن واضح ان هي محتاجة لتقليم اصافر وتهيئة قيادة جديدة لها يضمن بها بوتين ولقهم المطلقة وما يكونش فيه اي احتمالية جديدة للتمرض مرة تانية واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة